السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة معنو للهند ميد والكروشي. اهلا بكم مرة تانية في قناة معنو للهند ميد والكروشي. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل الكلوب سهل وبسيط. اه الكلوب ده لو انت مبتدأ انت تقداري تعمليه. وكمال لو انت محترفة تقداري تعمليه لان طريقته سهل وبسيطة جدا جدا. قبل ما اضح لكم الادوات وقبل ما اضح لكم اللاكلوب ده هعملو المقاش قد ايه? متنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا زيب الجرس وتشجعوني بلايت والشي اللي عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. بالنسبة بقى الادوات اللي هستخدمها. انا هستخدم خيط صوف وهستخدم ابر مقاش خمسة ملمتر. وابر التنظيف ومقص ومزولة. هاي دي الادوات اللي هستخدم عشان اشرح لكم اللاكلوب بكل سهولة. بالنسبة بقى للاكلوب ده هشرحه المقاش قد ايه? وهوضحه لكم ازاي نعملو لأي مقاش واي سن في الشرح. انا هعملو لأي المقاش آآ يلبس في الشوزة من سبعة وتلاتين لتمانية وتلاتين. ده المقاش اللي في الشوزة. اوكي? انا بقى آآ بالنسبة انا هستخدم طريقة الدايرة السحرية والتزايد في الدايرة السحرية. انا سرحت لكم الدايرة السحرية بالتفصيل. هسيب لكم لينك في الوصف واسفل الفيديو. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل اللاكلوك. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل اللاكلوك. بالنسبة الادوات اللي هستخدمها هستخدم خيط صوف. وهستخدم عبر مقاس خمسة مليميتر ومزورة وقبر التنظيف ومقص. هاي دي شكل اللاكلوك. اهو. ده شكل اللاكلوك. انا عملت الفردة دي. هنعمل مع بعض الفردة التانية. طريقته سهل وبسيطة جدا جدا. ما فيهاش اي صعبية. آآ بالنسبة للقطعة دي آآ عبارة عن دايرة سحرية هستخدم معاها التلات الوان دولار. طبعا انتم على حسب الالوان ما انتم حابينها ايه? اللون ده وده وده. تمام? التلات الوان دولار هستخدمها وعشان اعمل القطعة اللي شبه الزرار ديت كده. تمام? هنبتدي اللاكلوك بدايته علشان اعمله لاي مقاس واي سن. هو بدايته عبارة عن الدايرة السحرية. بس عشان اعمله لاي مقاس واي سن انا عامله آآ يلبس في الشوزة من مقاس من سبعة وتنتين ثمانية وتنتين. انا كنت شرحت لكم جدول لمقاسات اللاكلوك. هيبقى طوله قد ايه? يعني اللاكلوك كله آآ كان بالزبط. شرحت لكم آآ في الجدول آآ الجدول آآ بالزبط في المزورة مقاس سبعة وتلاتين تبانية وتلاتين بيبقى حوالي اربعة و عشرين سنتي. فانا لو قاست معاكم كده هلاقي بالزبط اربعة و عشرين سنتي زي ما وضحت لكم في الجدول بالزبط. اهو ادي على المزورة اربعة و عشرين سنتي. انما المقاس في الشوزة بيبقى سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين. وضحت لكم في الجدول المقاسات اهو ادي الاطفال. المقاس بتاع الاطفال من تسعتاشر لعشرين بيبقى خمستاشر سنتي. انما واحد و عشرين و عشرين و عشرين ستتاشر سنتي. تات عشرين و عشرين و عشرين سبعتاشر سنتي وهكذا الجدول بالتفصيل آآ هسيب لكم اللينك بتاع الجدول في الوصفة اسفل الفيديو. تمام? ده بالنسبة للسيدات او الرجال. بداية كده هنبتدي نعمل مع بعض الدايرة السحرية. اهو هو شكله كده لما بيتفرد. شكله بيبقى الشكل ده كده. تمام? هنبتدي نعمل مع بعض الدايرة السحرية. هعمل حلقة دائرية كده بالشكل ده. تمام? وهتفع تلات سلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة. وهدخل في اول غرزة آآ سلسلة كوانتهى وهعمل فيها تمن غرز نص عمود. انا هشتغل بغرزة النص عمود. علشان اعمل اللا كلوك. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. ادي كده سبعة. وادي كده الغرزة رقم تمانية. تمام? وهشد معي الخيط بتاع البداية ده علشان اتفايد الفراج اللي في النص. وهدخل في اول غرزة كده. وهقفل بمنزلقة معايا كده بالشكل ده. وهرتفع باثنين سلسلة. ادي واحد اتنين. وهاخد لفة على الابرة وهشتغل فوق كل غرزة من التمن غرز دولة غرزتين نص عمود. علشان انا شغالة غرزة النص عمود. ادي واحد اتنين. لحد ما اجمالي عدد الغرز هيبقى عندي ستاشر غرزة نص عمود في السطر التاني. هادي كده اتنين. واده كده اتنين تاني. واحد اتنين. ادي واحد اتنين. وادي كمان اتنين تانين. واحد اتنين. تمام. ادي كده اخر غرزة في السطر. وعلشان نتأكد من عدد الغرز بتاعتنا نعد الغرز بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر. كده هيبقى معانا الغرز بتاعتنا مظبوطة فهدخل في السلسلة رقم اتنين من سلاسل التفاع وهقفل بمنزلقة كده بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هعمل ايه? هشتغل آآ فوق كل غرزة آآ هشتغل غرزة مفرد والتانية تزايد. غرزة مفرد والتانية تزايد. هرتفع باتنين سلسلة. وهذه اول واحدة هشتغلها غرزة واحدة بس. واللي بعدها هشتغلها غرزتين. دي واحد اتنين. تمام? اللي بعدها غرزة واحدة بس. ده السطر التالت. اللي هو ايه? غرزة مفرد والتانية تزايد. ادي دي عليها ان احنا نقول نعملها تزايد غرزتين وادي اللي بعدها غرزة واللي بعدها غرزتين واحد اتنين نفس الغرزة واللي بعدها غرزة واحدة بس وهكذا لحد ما وصل لنهاية السطر. ادي واحدة وادي واحد اتنين. وده اخر سطر في التزايد بتاعي. ادي خدا اتنين ادي كده غرزة. وادي غرزتين في اخر غرزة عندي في السطر. بالشكل ده. تمام? هقفل بعد كده في منزلقة في السلسلة رقم اتنين من ثلاث الارتفاع. وهرتفع باتنين سلسلة وهشتغل بعد كده فوق كل غرزة غرزة نص عمود واحدة بس. مش هنتزايد الاسطر بتاعتنا كلها. هتبع بلا عن غرزة تاقق فوق كل غرزة غرزة نص عمود. لحد ما بوصل لنهاية السطر. ادي واحد. فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. ادي واحدة. غرزة غرزة لحد ما بوصل لنهاية السطر. وبقفل بو منزلقة. هي قطعة القائل وحدها كده هتتدور معي. وهتدينا الشكل ده. لان احنا مجيش هنشتغل تزايد. تمام? خلاص. اه بنشتغل مفرد. فوق كل غرزة غرزة واحدة. عشان كده هتدينا الشكل ده. زي ما انتم شايفين. تمام? هنشتغل كم سطر بالزبط? هوضح لكو. الاول. هنشتغل مع بعض سطرين. هوضح لكو الشكل هيبقى ازاي? كده لحد ما بوصلت لنهاية السطر بالشكل ده. وهدخل في السلسلة رقم اتنين من سلاسل ارتفاع وهقفل بمون زلقة كده. تمام? بعد كده هرتفع باتنين سلسلة واحد اتنين. وبرده هشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود. هشتغل كام سطر بالزبط? لحد ما القطع عندي آآ آآ عارفين اللي هو اللي هو منطقة الرجل هولا الرزغ الرجل. ايه دي كده? المنطقة دي اللي هيبتوا بقى فاصل اللي هي الرزغ بتاع الرجل اللي تدينا التقويصة كده بتاعت القدم. تمام? بنقيس بنشوف ادي ايه بالزبط? انا بالنسبالي بالزبط بتبقى خمستاشر سنتي. انا بشتغل حد ما القطع تبقى خمستاشر سنتي فوق كل غرزة غرزة نص عمود. تمام? فوق كل غرزة غرزة نص عمود. يعني هشتغل كام سطر بالزبط? هعد عدد الاسطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. يعني خمستاشر سطر. هو السطر بما يعدل واحد سنتي. هشتغل خمستاشر سطر. انا بالنسبالي كده كام سطر هنا بالزبط? بسم الله الرحمن الرحيم واحد اتنين تلاتة اربعة. دولا اربع اسطر. انا هشتغل لحد ما وصل. ده كده السطر رقم خمسة اللي انا بشتغل فيه. تمام? هشتغل كمان عشر اسطر بعد السطر ده فوق كل غرزة نص عمود. غرزة نص عمود واحدة لحد ما بوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر بدخل في السلسلة رقم اتنين من سلاسل ارتفاع وبقف المنزرقة. وبعد كده برتفع باتنين سلسلة وبشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود وهكذا لحد ما اكمل الخمسة عشر سطر اللي محتاجاهم. تمام? بالنسبة لكم تشوفوا اللاكلوك بتعملوا المقاس قد ايه? انا كده اشتغلت الخمسة عشر سطر زي موضحت لكم. دلوقتي هنجتدي نعمل الجزء الخلفي من اللاكلوك. اه كده بنسيب عدد سلاسل معينة. انا هنا هسيب حوالي ست سلاسل مش هشتغل فيهم. هوضح لكم ازاي? هنعمل ايه? هرتفع باتنين سلسلة بتاعتي عادي. اللي اتنين سلسلة اللي باتتفع بيهم. بسم الله مرحيم واحد اتنين. تمام? وهشتغل بعد كده فوق كل غرزة نص عمود. غرزة نص عمود كمان. بس باجي عند ست سلاسل مش بشتغل فيهم. خالص. بس بسيبهم مش بشتغل فيهم. هوضح لكم ازاي? ادي. نعد عدد الغرز بتاعتنا. بس مرحيم واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتة عشر. اربعة عشر. خمستاشر. ستة عشر. بس نعد عدد الثلاث اللي احنا هنسيبهم الغرز. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام? فدي اخر غرزة هنشتغل فيها. لو بنعملوا المقاس اطفالي. اه بالنسبة لو بنعملوا المقاس اطفالي هنكتفي باتنين. بسطرين بس من التزايد. بسطرين من التزايد. لو هنعملوا بمقاس اطفالي. وهنمشي بنفس الخطوات. ولما ناجي المنطقة دي عشان نحدد باقي الجزء الخلفي من اللي تلقوك. بنسيب اربع سلاسل بس مش بنشتغل فيهم. انما هنا عشان مقاس كبار سيبها ست سلاسل. بعد ما سبت الست سلاسل مش هشتغل فيهم هرتفع باتنين سلسلة وهلف القطعة كده بالشكل ده. وهشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود. من ضمنهم الاتنين سلسلة ارتفاع باعتبارها غرزة نص عمود. هشتغل كده فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود لحد ما باصل لنهاية السطر. اللي هو الاتنين سلسلة الارتفاع اللي ارتفعناهم او اول غرزة نص عمود اشتغلناها في السطر اللي قبل ده. تمام? كده بالشكل ده فوق كل غرزة نص عمود نص عمود. كده اخر غرزة في السطر. واجمالي عدد الاسطر بتبقى آآ تسع اسطر. ليه تسع اسطر? اللي هو باقي اللي احنا بنشتغلها طول اللاكلوك كله. لاني غرزة النص عمود بما يعادل واحد سنتي. تمام? انا اشتغلت. اشتغلت كده سطرين. هكمل باقي التسع اسطر. بنفس الطريقة هرتفع باتنين سلسلة وفوق كل غرزة نص عمود نص عمود. الشكل ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام? كده. ده ده السطر التالت يبقى هشتغل ستة اسطر كمان. هشتغل الستة اسطر وهرجع لكم تاني. هنقفل مع بعض اللاكلوك وهنعمل هنعمل مع بعض الخطعة دي. انا كده وصلت للتسع اسطر اللي وضحتها لكم ازاي? دلوقتي هنبتدي نقفل اللاكلوك وهنقفله بغرزة الحشو. وهنعمل ايه? هنقلب اللاكلوك بتاعنا كده بالشكل ده. من ظهر اللاكلوك. تمام? وهنشتغل الغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده. وهعمل غرزة حشو. كده. غرزة والغرزة المقابلة ليها وغرزة حشو. وفي اخر حتى كده. غرزة والغرزة المقابلة ليها وغرزة حشو. وبعمل غرزة سلسلة واشد الخيط بتاعي كده. يعني خلاص وصلت لنهاية القطعة. شد الخيط واقص الخيط. خلاص مش محتاجة تاني. وبنظفه يا اما بابرة التنظيف او بابرة الكروشي بتاعتي العادية. بس يفاضل ان هي بابرة التنظيف بتبقى قص رعياني. كده. وده واقصه لاني خلاص خفيته فمش هي. مش هي. تمام. وده الخيط بتاعي البداية اي اخفيه كده شوية. واقصه عشان ما يدايقناش في اللبس. وهقلب اللاكلوك. هعدله كده على عدلته. ادي الشكل اللاكلوك هيبقى بالشكل ده. لو حطناهم على بعض الفردتين هيبقوا نفس المقاس بالزبط. اهو. ادي نفس المقاس. بالزبط. هنبتدي دلوقت نعمل ايه? هنبتدي دلوقت نعمل مع بعض القطعة دي. بس هعملها بمقاس ابرة اقل. مقاس اربعة. تمام? عشان سمك الخيط اقل من سمك الخيط اللي انا عملت بيلاكلوك. هبتدي اعمل عبارة عن دايرة سحرية. طرقتها. اهتفع بتلات سلاسل كده. وهدخل في اول سلسلة هعمل فيها ست غرز نص عمود. دي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وهدخل في الغرزة رقم ستة. مش هكمل. مش هقفل بالغرزة دي. مش هقفل بالخيط ده. هقفل بالخيط التاني اللي انا هعمل بيها. هي درقتها سهلة جدا جدا. تمام? عبارة عن تلات قسطر. هقفل بالخيط ده كده. تمام? كده. بعد كده هعمل ايه في الست غرز الاول هقص الخيط ده. مش محتاجة. تمام? هرتفع باتنين سلسلة. وفوق كل غرزة نص عمود هشتغل غرزتين نص عمود. اشتغلت كده غرزتين نص عمود هدخل قبل ما اقفل الغرزة بتاعتي هاخد الخيط ده. وهعمل بيه ايه? هقفل بيه الغرزة. الاول اعمل زي حلقة دائرية كده بالشكل ده. وهقفل بيه الغرزة بتاعتي. هدخل واقفل بمنزلقة. تمام? وهشد الخيط الجديد والخيط القديم. وهرتفع باتنين سلسلة. السطر ده هشتغلوه. فوق كل غرزة غرزة حشو. عادي جدا. مش هعمل تزايد. كده زي اطار زي كأننا بنعمل اطار كده للشكل بتاعي. وهقص الخيط القديم عشان ما يزوليش في الشوق. كده وصلت الاخر غرزة هدخل واقفل بمنزلقة وهشد الخيط هعمل غرزة سلسلة وهشد الخيط بتاعي. وهقصه. نفس الشكل بقى. الشكل ده معي. وهاجي هعمل ايه? الاول هقص الحيوط اللي من وره دي. انا هعمله آآ هنزقه في اللاكلوك. بالمسدس الشامع. تمام? بس هاجي هنا هنفرق ما بين الفردة اليمين والفردة الشمال. دي اللي انا عملتها الفردة اليمين. بتبقى ناحية اليمين. هاجي عند الفردة الشمال هحط القطعة دي اللي انا عملتها زي الزرار هعملها هنا. تمام? بحيس ان تبقى انفرق ما بين فردة ايمين وفردة شمال. شكل اللاكلوك النهائي بيبقى كده بالشكل ده. تمام? بعد ما بيتلبس بيبقى كده الفردتين نفس الطول بالزبط. تمام? ما فيهاش اي اختلاف. وده هنا هلزقها بالمسدس بتاع الشمال. بيبقى الشكل بالشكل ده. تمام? وبكده بقى انتهيت من طريق تعمل اللاكلوك لاي مقاس واي سن زي ما وضحت لكم ازاي نعملو لاي مقاس واي سن. ودلوقتي وصلنا مع بعض النهاية الفيديو. اتمنى تكون نستفدتوا. وقدرت اشحح لكم طريق تعمل اللاكلوك بتراسة البسيطة. لو عندك هاي ملحوزة او سبصار. تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو. اولى صفحاتنا على الفيسبوك. هتلاقي اللينك موجود في الوصفة اسفل الفيديو. متنسوش تشتركوا معي في القناة. وتفعلوا زر الجرس. تشجعوني بلايك وشي لعنكم الفيديو. عشان اقدر اوصل عدد نايس اكبر. وتقدر تتابعنا على الويب سايت بتاعنا. اولى صفحاتنا على الفيسبوك والتويتر والانستجرام. هتلاقي اللينكات موجودة في الوصفة اسفل الفيديو. اشتركوا الخير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاليحة الا الله.